السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأعزاء في حصة اليوم سوف ندرس في 47 من كتاب المنير في اللغة العربية مستور خامس ابتدائي ونبدأ على بركة الله بمكون التراكيب إذن درس اليوم دي التراكيب بعنوان الحال مفردة إذن لنكتشف معا هذا المكون أو هذه الظاهرة التركيبية إذن نقرأ النص أولا سعي العلماء تنتصب الآلات ميسرة للحياة مسعدة للإنسان ويجتهد العلماء باحثين عن الأفضل لقد طوروا إنسانا آليا يستطيع إجراء عملية جراحية بسرعة ودقة فتقوم المريضة مبتسمة ويستيقظ العليل نشيطا إذن كان هذا هو النص المقترح نبغى ندزل السؤال الأول أربط كل سؤال بجوابي إذن هذه الأسئلة مرتبطة بالنص كيف تنتصب الآلات إذن هنا كتساءل لنا أو كتساءل الكاتب عن الحالة التي تنتصب فيها الآلات إذن أرجع للنص تنتصب الآلات ميسرة للحياة أعطونا هنا اقتراحات أعطونا معافا سليمة ميسرة للحياة إذن كيف تنتصب الآلات تنتصب ميسرة للحياة كيف يستيقظ العليل بقى تعدنا معافا وسليمة يستيقظ العليل معافا يعني شافيا يعني سليم كيف تقوم المريدة تقوم المريدة سليمة إذن تقوم المريدة سليمة يعني تهيى معافاة إذن هنا عليش تساءلنا تساءلنا عن الحالات ديالكل واحد إذن الحالة ديالكل الآلات كيفش كنتنتصب أيضا تساءلنا على الحالة اللي كيستيقظ فيها العليل وأيضا تساءلنا على الحالة اللي كتقوم فيها المريدة من خلال طرح الأسئلة سألنا عن حال الآلات يعني من خلال هذه الأسئلة التي طرحنا سألنا عن الحال ديالآلات وعرفنا بأنها الحالة ديالها هي أنها ميسرة للحياة سألنا عن الحال ديالالعليل عرفنا أن العليل كيستيقظ معافا ثم تساءلنا عن حال المريضة فعلمنا أن المريضة تقوم سليمة إذن هنا هذا هو الحال إذن الحال هو كنتساءلون على الحالة ديال شي حاجة الحالة ديال شي شخص مثلا أو شي آدات أو أي مهم أي حاجة أو حيوان مش مشكلة مهم غير الحالة ديال شي حاجة هذا هو الحال عندك تغلطوه مع النعت إذن لأنه تقريبا شوية كنت خالط مع النعت غير هنا ينفهموا شنا هو الحال نحن كنعرفوا أن النعت يطابق المنعوت في التذكير في التأنيت في الإفراد في التثنية في الجامع في التنكير في التعريف هنا غدين باش نعرفوا نفرقوا بيناتهم لأن كين شي وحديين لكي وقع لهم خلق ما بين الحال وما بين النعت إذن النعت ماش يدرسنا ولكن غير نحاولوا نسهلوا لشي وحديين المسألة عندنا أتميم مملء الجدول انطلاقا من الأمثلة والأجوبة من الأمثلة والأسئلة والأجوبة إذننا غنحاولوا نملء هذا الجدول من خلال هاد الأمثلة اللي أعطوناه ومن خلال أيضا هاد النص اللي أعطوناه عندنا صاحب الحال الآلة قبل ما نمشيون هنا الجدول قبل ما نمشيون هنا الجدول قبل ما نفهموا بعدها أشنا هو الحال وأشنا هو صاحب الحال مثلاً أنا مليك نقول مثلاً عاد الأب من العملي مرهقاً مرهقاً يعني بمعنى هذا هو الحال يعني هو المرهق من هنا هذا هو الاسم قبله هنا رمخصنيش نجيون نحسب العربية رمكت تحسبش خصني نفهم الجملة مثلاً مرهقاً انت القاعدة قلت لك بأن هي رمشي خطأ القاعدة رأه صح غير انت ما تبقاش تفهم بالحساب مثلاً اللي قبل منه غتجي هنا لهذا وغتقول هدا هو صاحب الحال يعني مرهق وصفت لي هذا القاعدة قلت لي اللي اللي القبل منه هو صاحب الحال لأ رغم سنين شو شكون هاد الشخص صاحب هاد الحالة المرهقة عدي عادة الأب من العملي مرهقاً يعني شكون هاد هادل الحالة ديالته مرهقة هو الأبها صاحب الحال فينا هو هذا اذا عشونه خصني نتعامل مع الدرس خصني نتعامل معه بذاكا يعني خصني نفهمه اذا الجملة ملة التي تتعطاني رغم سنفهمها مزيان ماشي نمشي اللي قبل منها نجي مباشرة لهذا صافي قادة أن الاسم كي بيلي هيئة الاسم اللقب منه العمل اسم سوف ندير هدا هو صاحب الحال لا رغلا نشوف شكو صاحب هدل حالة دي لك إرهاق إذن عاد الأب من العمل كيف عاد هدل أب عاد الأب مرهقا إذن هدل مرهقا جاءت كتوصف لي الأب الحالة ديلة الأب يعني مش كتوصف الأب إلا وصفت الأب رغل لنأت هنا غلتوصف لي الحالة دي لتو يعني كيفاش هدل حالة اللي جاء فيها مرهق أشكال اللحظة أن هدل صاحب الحال دائما كيكون اسم ناكيرا عفوا معرفة وهنا رأى التعريف إذن بقى ما عرفتوش إذن بقى نبين لكم غير بقلب إذن بقى نظروا صخرين كانت أدركوا في التعريف إذن هنا عندي هذا صاحب الحال كيكون معرفة والحال كيكون ناكرة إذن إلا كان صاحب الحال معرفة والحال غادي يكون ناكرة وكيكون منصوب إذن الفرق ما بيننعت والحال أن النعت كيتبع المنعوت دياله في كل شيء مثلا جاهد معرفة راح تهدى خصوة يجي معرفة الحال لا إلا جاه صاحب الحال معرفة الحال خصوة يجي ناكرة وخصوة يجي منصوب أما النعت كيتبع المنعوت سواء كان مرفوع يجي مرفوع منصوب منصوب مجرور مجرور إذن مكين شي حاجة من غير منصوب وكيكون ناكرة وصاحب الحال كيكون معرفة ودائما كنعودها لجملة خصني نفهمها نفهم المكونات ديولها عندي الجملة في اللغة العربية خاصة نعرف العناصر ديو الجملة الفعلية نضبطهم مزيان عديك ساعة نجبد دواهر تركيبه اللي كينين فيهم من غير هاد الشي ما نبقاش نحسب الكلمات إلا حسبت رغا دي نجي إلا قلس الإسم اللي قبل منه رغا نجي مباشرة لهذا اللي قبل منه في حين أنا مرهق ركت عاود لي على هذا على الأب إذن هذا هو كي تسمى صاحب الحال صاحب الحال كي يجي باش يوري لنشكوناه مول هادك الحال اللي وصفناها إذن بحال هنا مثلا عندنا الآلات ميسرة مسعدة إذن تنتصب الآلات شكوناه هي لميسرة نحن تفقنا أن ميسرة هي الحال ومسعدة هي الحال ولكن شكوناه هاده لمسعدة وميسرة هي الآلات إذن صاحب الحال إذن الحال هي ميسرة ومسعدة صاحب الحال هي الآلات نوعه مفرد هنا تنغا نوقفو عند هاد كلمة مفرد كينين بعد تلامد اللي قدي يقولوا مثلا مفرد اش كي يقصدو بها كي يقصدو بها العدد مثلا عادة مثلا عادة التلميذ ضاحكا هذا مفرد مثلا اللي غادي نقول ليه مثلا عادة التلميذ ضاحكون هنا ولا تجمع كلا غادي مش غيحسب العادة غيقول لك للارة القاعدة أخيرا حال مفرد هي جاني جمع رامشي حال مفرد لا رامشي هما كيهادرو العادة لا مكيت جاوزو nog tokens ماهادروش لنا على العادة هدرولين هاد الكلمة بوحدها ره كافية باش تعطيني الحالة دي التلاميذ يعني عاهد المفردة بوحدها هي لعطاتني الحالة دي التلاميذ حينت كينين وحد الانواع أخرين ديون الحال اللي غتقروهم في السنوات المقبلة ماشي مفرد يعني أشنو كتقصد بحال مثلا أحوال خبر أحوال خبر كالخبر المفرد يعني غير مفردة وحدة كتخبرني على هذك المبتدى يقدر يجيني الخبر جملة فعلية كما يقدر يجيني شي بالجملة كما يقدر يجيني جملة إسمية رأى نفس شيء هنا في الحال من اللي كان عندي هنا الحال يعني هنا قصدو بها أن الحال رأى فيها أنواع أخرى غدي تعرفوها في السنوات المقبلة كين حال جملة فعلية وحال شبه جملة وحال جملة إسمية وهذا النوع اللي كانت درسوه اليوم هو حال من نوع المفرد ماشي من مفرد من ناحية العدد ولكن من ناحية أن هذه الكلمة بوحدها كافية باش كتعطيني الحالة ديالت هاد التلاميذ كينتاني لكي يسحب مفرد خاصة جيعة كلمة وحدة من وراء صاحب الحال صافرة هذك هو المفرد لا رتقدر تجي كلمات أخرين ولكن غير هاد المفردة بوحدها هي اللي كتعطيني الحالة ديالت صاحب الحال دان هذا هو فقط للتوضح إذن قلنا الآلات ميسرة أو مسعدة نوعه مفرد وكيكون منصوب إذن دائما كيكون منصوب وهناها أنتم ما لاحظوا صاحب الحال كيكون معرفة العليلو إذن العليل هو الإنسان المريض إذن منتما جات حروف العلة يعني دكشيش منها حروف العلة لأنها منك تدخل على واحد الفعل كتعلو يعني كتمرضو إذن العليلو شكونا هو للصاحب الحال هو العليل إذن كيف يقوموا يقوموا نشيطا يعني الحالة ديالتو نشيطا إذن كيف هو العليلو نشيطا وأيضا شعطونا هنا العليلو معافا يعني سواء خدمت بهذه ديال النص حيث تقالوا لنا الأمثلة والأسئلة والأجوبة يعني هذه الأمثلة هنا والأسئلة والأجوبة نخدموا بهذه ونخدموا بهذه إذن عندنا نشيطا أو نكتبو مثلا معافا بحال بحال معافا معافا احتهي حال إذن العليلو الحالة دياله كده إما نشيط أو معافا يعني النوع دياله مفرد مفرد منصوب تهو منصوب ثم مبتسمة شكونا هي لمبتسمة المريضة المريضة مبتسمة تهي مفرد إذن هنا الدرس ديالنا كيهدر غير على الحال المفرد يعني الكلمة واحدة تكفي لوصف حالة صاحب الحال إذن إعرابه أيضا منصوب غنمشو للسنتاج الحال المفرد أو الحال المفردة اسم نكرة يعني الحال المفردة اسم نكرة كتكون نكرة منصوب كتكون منصوبة يأتي يعني هاد الحال المفردة علش كيأتي يأتي لبيان هيئة اسم قبله يسمى صاحب الحال يعني كيجيبش بيه يلينا الحالة ديالك الاسم اللي قبل منه قل نخص نفهمه الجملة باش نعرفه شكون صاحب هديك الحالة أثناء وقوع الفعل يعني كيفاش كانت الحالة دياله الوقت اللي وقع فيه الفعل أطبق أتميم كل جملة بحال مناسبة عاد التلميذ إلى البيت إذن نخص نتأل كيف عاد هذا التلميذ قد نوصف الحالة ديالتلميذ كيفاش عاد إلى البيت مثلا عاد التلميذ إلى البيت راكضا يعني جبجري مثلا عاد التلميذ إلى البيت مسرعا عاد التلميذ إلى البيت ضاحكا عاد التلميذ إلى البيت فرحا يعني هنا لا اختيارات كثيرة إذن عاد التلميذ إلى البيت مسرعا استقبلت الضيوفة كيف استقبلت الضيوفة مرحبا مثلا أنا رحبت بيهم يعني الحالة اللي استقبلتم فيها يعني فرحان بهم مرحبا يقابلنا الأستاذ ضاحكا يعني الحالة اللي يقابلنا بها الأستاذ صاحي إذن صاحب الحال هنا عاد التلميذ وشكناه لمسرع التلميذ ماشي البيت ماشي الاسم اللي قبل منها ولكن ها هو الاسم اللي يهدروا عليه قبل منها يعني نخص نفهم الجملة شكناه لي عاد إلى البيت تلميذ والحالة اللي عاد فيها التلميذ إلى البيت مسرعا استقبلتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يقابلنا الأستاذ ضاحكاً ما هو أنه لضاحك الأستاذ يقابلنا الأستاذ ضاحكاً هو أنه صاحب الحال هو الأستاذ أضع خطاً تحت صاحب الحال وخطين تحت الحال إذا فهموا شوية دخل التلميذ الفصل واتقاً يجري النهر صافيا يجري النهر صافيا النهر صافي هو النهر يعني النهر هو صاحب الحال وصافيا هو الحال خطان نسألوه كيف ينطلق الطفل منشرحا كيف ينطلق الطفل منشرحا منشرحا هو الحال ما هو الحال وصفناه بالانشراح هو الطفل هو صاحب الحال يكفي اننا نتعامل مع الدرس بشوية الفهمة وكل شي سهل اذا هكاك نكونوا اتينا على نهاية الحصة موعدنا في الحصة المقبلة بحول الله